تهديد ووعيد إيراني متصاعد تجاه إسرائيل عقب استهدافها قنصلية طهران في سوريا الرد الإيراني ليس إلا كلاماً حتى الآن قادة طهران خرجوا تباعاً للقول إن إسرائيل ستدفع الثمن غالياً دون الكشف عن الزمان والمكان والكيفية المرشد الإيراني علي خامنائي أراد وضع اليد على الجرح غرد باللغة العبرية على منصة X قائلاً إن إسرائيل ستندم عقب الهجوم على القنصلية الإيرانية هذه هي المرة الخامسة التي يغرد فيها المرشد الإيراني باللغة العبرية إذ سبق وكتب بالعبرية أيضاً في العاشر من يناير الماضي أن جرائم إسرائيل لا تنسى قبل ذلك وفي نوفمبر من العام الماضي قال إن الفضائع لن تبقى دون رد ليس هذا فقط ففي الثالث من نوفمبر أيضاً وصف إسرائيل بالعاجزة والمرتبكة أما في العاشر من أكتوبر فكانت أولى تغريداته بالعبرية التي كتب فيها أن تل أبيب جلبت الكارثة لنفسها هي رسائل اختار فيها المرشد الإيراني اللغة العبرية لمخاطبة ساسة إسرائيل متوعداً إياهم بدفع الثمن لكن هذه التهديدات بقيت في خانة الكلام فقط دون أي رد على الأرض ترجمة نانسي قنقر